سعد معنا المتحدث باسم وزارة الداخلية أهلا بك سيادة اللواء يعني ردود فعل واسعة بعد مقطع الفيديو الذي يظهر محافظ واسط يعتدي على ضابط برتبة رائد في إحدى السيطرات أنتم في وزارة الداخلية ما موقفكم؟ شكرا لك سيدة الكريمة وتحية للمتابعين وزارة الداخلية متمثلة بمعالي سيد وزير الداخلية وقادة الوزارة منذ اللحظة الأولى اللي وصل فيديو الاعتداء وكذلك المعلومة السيد الوزير كان يتابع بدقة هذه التفاصيل باعتباره أولا هو رأس الحرم في هذه الوزارة وثانيا هو الأب الروحي لكل الضباط والمنتسبين وقد حقيقة استغربنا من هذا التصرف غير النظامي وغير الحضاري وبالتالي كان هناك جملة من الإجراءات لعل أولها هو توجيه السيد الوزير للأخ قائد الشرطة بسحب الحماية الموجودة في مبنى محافظة واسط تعبيرا عن هذه الفعلة ورفعل هذا الموضوع الشيء الثاني أيضا شكرا للأخوة في لجنة الأمن والدفاع نعم الضابط أقام شكوى ودعوة قضائية بصدد هذا الموضوع وأيضا نذكر سيد المحافظ بالمادة 37 من الدستور العراقي أولا أليف حرية الإنسان وكرامته مصونة أيضا نذكره بقانون العقوبات العراقي من مواد من 229 إلى المواد 232 الاعتداء على الموظفين المكلفين بخدمة عامة وبالتالي لا نقبل بأي إهانة وأي تجاوز على ضابط أو منتسب أو أي مواطن عراقي خاصة أنه يؤدي خدمته أثناء وظيفته وبالتالي حقيقة نحن نتمنى بأن يكون سيد المحافظ هو القدوة في التصرف والسلوك لكل المحافظة المواطن وأيضا المنتسب يخشى أن تشكل لجنة تحقيقية وينتهي الأمر مثل أن انتهت لجان أخرى خاصة أن الأمر عد إهانة للمؤسسة العسكرية أبدا وزارة الداخلية أبتداء من معالي السيد وزير الداخلية ولآخر منتسب في الوزارة نحن مع حفظ الكرامة الإنسانية لكل مواطن عراقي وبالتالي الضابط عدا أنه كونه ضابط في أثناء خدمته فهو أيضا مواطن عراقي ولا يمكن أن نتصرف بهكذا التصرفات نحن لا نعيش في غابة ولا نعيش في وضع في بلد ديكتاتوري نحن نعيش في بلد ديمقراطي وبالتالي هناك حقوق وهناك واجبات وعلى المسؤول أن يراعي كل هذه الأمور يعني ضابط برتبة يقوم بعملة أداء واجبة وبالتالي هناك احترام للرتبة العسكرية للمرسوم الجمهوري لكل التفاصيل فهذا حقيقة تصرف مرفوض جملة وتفصيلا وكما أقول وزارة الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات ومتابعة معالي وزير الداخلية لكل هذه الأمور وتم إقامة شكوى قضائية من قبل السيد الرائد وأيضا رجع إلى الواجب طبعا بالمناسبة وهو من الضباط الجيدين ولو فرضنا لو فرضنا أن كان هناك خطأ أن كان هناك شيء فممكن الرجوع إلى الأقائد شرطة واسط وبالتالي يتم انتخاذ الجراءات يعني لا يمكن أن يكون الإجراءات به هكذا سيدة القائد الشرطة في وسط هل استقال قائد شرطة واسط بعد التصرف الذي قام به المحافظ لا سيدة الكريمة كما قلت هناك جملة من إجراءات منها سحب الحماية من مبنى المحافظة وبالتالي حتى يعرف الجميع ماذا تمثله الشرطة العراقية وأيضا ماذا تمثله حماية هذه هؤلاء الأبطال لمبنى المحافظة ولكل الخدمة التي تقدم إلى المواطنين نحن حقيقة في اللحظة التي تقدم فيها وزاعة الداخلية التضحيات والدماء في سبيل تحضير الأراضينا في سبيل الحفاظ على المواطنين ومتابعة سيد وزير الداخلية للخدمة التي تقدم إلى المواطنين والتغيير النوعي الواضح في أداء خدمة وزاعة الداخلية في شتى المجالات ومنها المجالات الشرطوية والمرورية والتقنية نرى أن يكون هناك مثل هكذا تصرف بالتأكيد إن شاء الله لن يؤثر علينا ولكن بالتأكيد هو يؤثر معنويا على أبطال الشرطة طيب هذا التصرف وثقته كاميرا بشكل قد يكون مصادفة ما يطرح الأمر تساؤلات بشأن أمكانية حدوث ذلك سابقا أو تكرار هذا الفعل لاحقا دون أن توثقه كاميرا يعني نحن أبناء اليوم ونتكلم عن هذه الحادثة وبالتأكيد يا سيدة الكريمة نقول لا نقبل بأي تصرف يسيء إلى أي مواطن عراقي من كل القوميات ومن كل الأديان ومن كل الأعراق وأي كان موظف أو كان مواطن بسيط لا يمكن بأي مكان أن يتم التجاوز عليه حتى وأن كان هذا المسؤول بدرجة خاصة أو بدرجة أعلى هذا ليس مضرر أن يكون هناك اعتداء على مواطن عراقي وكما أقول لك كيف نحن نتكلم عن الضابط يقوم بتأدية الخدمة والواجب ويمكن أيضا شاهدنا في الفيلم الفيديوي كيف أنه تصرف بكل باقة وأدب وأيضا أدى التحية العسكرية ولكن التصرف لم يكن مثل ما نريد ولم يكن بالمستوى المطلوب وهناك عتب شديد من قبل وزارة الداخلية إلى المحافظ واسط نحن نتمنى من القضاء العراقي وأيضا من وزارة الداخلية أن تأخذ بحق كل من يعتدي على شخص آخر شكرا لك اللي أسعد معنا المتحدث باسم وزارة الداخلية شكرا جزيلا مرة أخرى شكرا لك